السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتكلم عن نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين اتش تو نسخة جبارة بمعنى الكلمة اه نسخة كده سوبرت الترة تشتغل على الجهزة الضعيفة وتشتغل على الجهزة الغير مدعومة والمدعومة بسرعة خيالية لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية الخطوة اللي انا هعملها ان انا هفتح المتصفح بتاعي واجي في خانة البحث اكتب كلمة ويندوز حدواشر واضغط على انتر من لوحة المفاتيح هيفتح معايا الموقع بتاع شركة ميكروسوفت تمام هنتظر الحديث ما الموقع يفتح معايا بالصورة اللي حضرتك هتشوفها ديت بعد ما الموقع يفتح معايا هبدأ انزل تحت هبدأ احدد له النسخة اللي انا حابب ان انا احملها من الموقع هبدأ اضغط هنا تبدأ تظهر معايا النسخة هبدأ اضغط على تنزيل تمام هنتظر لما يتم تحقق من صحة الطلب الخاص بيا بعد كده هبدأ اختار اللغة اللي انا هنزل بيها النسخة تمام حضرتك هتختار اللغة اللي انت حاببها طبعا انا اختار اللغة العربية وبعد كده اضغط على تأكيد وانتظر بعد كده هيبدأ يقول لي اضغط على تنزيل طبعا النسخة بتدعم اربعة وستين بتنزيل هبدأ اضغط على تنزيل تمام زي ما حراك شايف كده هيبدأ يظهر معايا ملف التنزيل بالصورة ديت هبدأ اضغط على دوي اللود تمام هنتظر بقى لحين الانتهاء من تحميل الملف وارجع عليك مرة تانية بعد الانتهاء من تحميل الملف هبدأ اخد الرابط اللي انا ان شاء الله هتركوه لك فقال بصندوق الوصف رابط ده تمام الرابط ده بتاع موقع اسمه جيت هاب موقع ده موقع ضبار جدا في البرمجة هبدأ افتح المتصفح بتاعي تمام واجي في خانة البحس اعمل عملية لصق للرابط اللي انا اخدته واضغط على انتر من لوحة المفاتيه وانتظر لما يفتح معايا الموقع هيفتح معايا الموقع اللي هو جيت هاب هبدأ انزل تحت تمام لحديث ما الاقي الرابط ده هبدأ اضغط على العلامة ديت هاخده كده كوبي هبدأ اقفل الموقع مش محتاجه الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح رايح على اللي هو شريط المهام وعند خانة البحس ديت هبدأ اكتب كلمة باور شيل باور تمام هيبدأ يظهر معايا الباور شيل لازم ابدأ اعمل له تشغيل كما سأقول الخطوة دي هم جدا تمام اقول له نعم وانتظر الحديث ما الباور شيل يظهر معايا بالصورة اللي حضرتك شايفة ديت في الوقت دوت لازم حضرتك تكون على اتصال بالانترنت بعد كده ما فيش اي مشكلة خالصة هبدأ اعمل كليك يمين هيتم لصق الرابط اللي انا خدته من قلب موقع جيت هاب هبدأ اضغط على انتر هتبدأ تحمل معانا الاداة اللي نستخدمها في تخفيف نسخة الويندوز وجعلها تشتغل على كل الاجهزة المدعومة والغير مدعومة بسرعة خيالية الخطوة اللي بعد كده ان انا هبدأ احدد له نسخة الايزو اللي انا حملتها من موقع ميكروسوفت انا هسقطها فين على جهاز الكمبيوتر هبدأ اضغط على سيليكت ايزو تمام انا النسخة شايلة هنا هبدأ اقول له اوبن تمام كده هوت هنتظر لحديث ما يقرأ النسخة وبيقول ان النسخة خلاص بتعمل ابدأ اختار المكان اللي انا هفك الضغط فيه عن النسخة اقول له فك لي الضغط عن النسخة في سطح المكتب عشان هنا هنعمل تركاية هي دي اللي هتخفف بها النسخة اضغط على موافق وبعد كده هتلاقي على طول فيه ملف تم انشاءه على سطح المكتب زي ما حراك شايف كده هتبدأ تضغط على تمام وهنبدأ ننتظر لما يفق الضغط عن هذه النسخة في الملف ده على سطح المكتب كل اللي انت هتعمله هتنتظر هو بيقول لك بليز ويت هننتظر لحديث ما يتم فك الضغط عن هذه النسخة بعد الانتهاء من فك الضغط النسخة لو انا فتحت الملف هتلاقي ملف الايزو بتاعك تم فك الضغط عنه بالكامل زي ما حراك شايف كده في الملف الموجود على سطح المكتب تمام هنبدأ ناخد الخطوة اللي بعد كده نضغط على تمام هنبدأ بقى نزل الملف اللي بيه هيتم تخفيف نسخة الويندوز خلي بالك معايا هنبدأ نعمله تمام كده هيتم تنزيل ملف اي اكس ام ال اكس ام ال في قلب النسخة هفتح النسخة اللي انا فكت عنها الضغط زي ما حراك شايف كده ده الملف المسؤول عن تخفيف النسخة وان هي جعلها تشتغل على الاجهزة المدعومة والغير مدعومة بسرعة خيالية تمام هنبدأ نقفل نبدأ نضغط على الخيار اللي بعد كده اللي هو تمام هنا بيقولي لو انت حابب تضيف التعريفات بس انا ما بفضلش الخيار دهوت تمام كده هوت ابدأ ارفع الاداة وابدأ اعمل الخطوة اللي بعد كده ان انا حول الملف ده لملف ايزو مرة تانية بعد ما ضفت لي ملف التخفيف اللي هو ملف ال اكس ام ال ابدأ اضغط على نكست تمام كده هوت وبعد كده هنا بيقولي اعمل نسخة تمام بس الاول حدد المكان اللي انت هتحفظه فيه فانا ابدأ اقول له هبدأ احفظه في مكان تاني غير المكان اللي فيه النسخة الاصلية اخليه على سطح المكتب وابدأ اسمي اسم النسخة فابدأ اعمل ويندوز حداشر ونقول مخفف هنقول سيف سيف نبدأ نعمل كريات ايزو ونلاحظ هنا على سطح المكتب هتظهر على طول معك الاسطوانة هبدأ اعمل كريات لاحظ هتبدأ تظهر الاسطوانة ولو لاحظت هتلاقي عملية تجميع الاسطوانة شغالة في ملف الباورشيل من تحت هننتظر الحديث ما تكتمل العملية مية في المية ويقول داوين تابع معايا الفيديو زي ما حدرك شايف العملية قاربت على الانتهاء وصلت لخمسة وتسعين في المية. انا انتظر الحديث ما توصل مية في المية. زي ما حدرك شايف كده اكتملت العملية مية في المية. تبدأ حضرات تضغط على خروق. هيبدأ يقول لك نمسح الملف اللي احنا فكينا فيه ضغط ملف اه الايزو. هتقول له نعم. هتلاقي الملف تمسح. تمام? من على سطح المكتب. تبدأ تقفل آآ الباورشيل. الخطوة اللي بعد كده حضرك هكون مجهز فلاش هتحطها في قلب جهاز الكمبيوتر بتاعك. وكون مجهز برنامج ريفوز لحرق النسخة. تبدأ تضغط على برنامج ريفوز. تمام? تقول له نعم. تنتظر لحديث ما برنامج ريفوز ويفتح معك. هيفتح معي البرنامج بالصورة دي. طبعا ارى الفلاشة بتختي. هبدأ اعمل له اختيار. تمام كده. هبدأ اقول له سطح المكتب. طبعا اللي هي آآ ويندوز حداشر مخفف. هضغط على فتح. هنتظر لحديث ما البرنامج يقرأ نسخة الايزو. بعد ما البرنامج ارى نسخة الايزو. حابب ان انا نوه لامر مهم جدا عشان المتابعين والمشاهدين والمصدقية. طبعا في ناس كتير هتقول لي انت بتقول ان دي نسخة مخففة. هو انا لو افت عليها هتلاقي اني نفس الحجم التاع النسخة اللي انا حملتها من موقع ميكروسوفت هو خمسة جيجا وستاشر آآ من عشرة. طيب فين التخفيف? التخفيف حضرتك في الملف اللي انا ضيفته داخل النسخة اللي هو ملف الاكس آآ ام ايل هو ده اللي هيعمل عملية تخفيف النسخة اثناء عملية استطاب عشان نبقى واضحين مع المتابعين. طبعا هنبدأ نضغط على بيد. هيبدأ يقول لك بقى قم بازالة كزا وكزا وكزا وكزا. كل المتطلبات دي احنا مش هنزلها لان خلاص البرنامج اللي تم اضافته هيشيل آآ شريحة التي بي ام هيشيل استيكي روبوت هيشيل حساب ميكروسوفت كل ده مش محتاجينه آآ تعطيل اللي هي بيانات الخصوصية الخصوصية دي هيشيلها تعطيل التشفير التلقائي هو هيشيله مش محتاج ان انا اعلم اي علامة صح من هذه العلامات. تمام? هبدأ اضغط على موافق. وهنبدأ نحرق نسخة آآ الويندوز على الفلاشة. طبعا هوقف الفيديو الحين الانتهاء من حرق النسخة عشان ما اطولش عليك الفيديو اكتر من كده. طبعا بكده تم الانتهاء من حرق النسخة على الفلاشة بنجاح. هبدأ اضغط على اغلاق. تمام? خطوة اللي بعد كده ان حضركها تبدأ تعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان تبدأ عملية السيطاب. كل اللي مطلوب منك ان انت تبع عارف ايه المفتاح اللي هتضغط عليه عشان تدخل على شاشة السيطاب. طبعا في الصورة اللي قدام حضرتك دي اشهر الاجهزة واشهر المفاتيح اللي انت تدخل بها على مفتاح البيوز عشان تعمل عملية سيطاب للويندوز. اللي انا هعمله دوقتي ان انا هبدأ اعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر. طبعا الجهاز بتاع اتش بي. فهبدأ اضغط على اف تسعة عشان ادخل على شاشة تسطيب الويندوز. تابع معايا الفيديو. بعد ما عملت رستارت لجهاز الكمبيوتر بتاعي هنتظر لحديث ما ادخل على شاشة السيطاب. زي ما حضرتك شايف في الوقت الدهوات هتلاقي برنامج التخفيف اللي احنا حطناه ملف التخفيف عمال ينور ويدفي باللون زي ما حيراك شايف ده. ما تقلقش هو بيعمل على تخفيف النسخة الخاصة بحضرتك. فما فيش اي داعي للقلق والخوف. طبعا هنا هنختار اللغة العربية طبعا مصر. نضغط على التالي. اللغة العربية مية واحد. هيتم تجهيز بعض الاشياء. وبعد كده نبدأ نختار اللي هنبدأ نثبت عليه نسخة الويندوز. كل اللي مطلوب منك ان انت هتنتظر لحديث ما يظهر معك. طبعا انا خطيت المفتاح. اخترت طبعا النسخة البرو. تمام? كده هوت. هيبدأ يظهر للقرس. هبدأ اعمل له تهيئة. تمام? هضغط على ابلاي. هضغط بعد كده على التالي. هنتظر. هضغط على التالي. هنبدأ ندخل بقى في المراحل النهائية لتثبيت النسخة. زي ما حارك شايف كده النسخة سريعة جدا في عملية التثبيت. كل اللي انت هتعمله في الوقت ده ان انت هتنتظر. لحين الانتهاء من تثبيت النسخة على جهازك بنجاح. تعمل شايحة خالص هي النسخة شغالة في عمليات التثبيت. ممكن في الوقت دوت حضرتك تعمل اكتر من مرة زي ما حضرتك شايف كده. النسخة هتبدأ تعمل عملية ريستارت. وهتكمل عملية تثبيت النسخة. زي ما حارك شايف في الوقت بيحصل ان الملف يبدأ يشتغل في خلفية العملية بتاع استطاب. هو بيقول لي لحظة واحدة. هنبدأ هنا نختار مصر البلد. فانا انتظر مع بعض لما تظهر الخطوة اللي بعد كده. هتبدأ اتحدد العربية مصر مية واحد. هبدأ اعمل عملية تخطي مش عايز لوحة مفاتيح اضافية. هنبدأ ندخل في المرحلة اللي بعد كده هتبدأ تسمي جهاز الكمبيوتر الخاص بيك بالاسم اللي انت حابه. فانا طبعا هسمي جهاز الكمبيوتر الخاص بي باسمي. هسميه مصطفى. وبعد ما حضرتك هتكتب الاست ما تبدأ تضغط على التالي. هنبدأ نتخطى حتة آآ كلمة المرور. لو لاحظت حضرتك التخطى حساب ميكروسوفت. هنبدأ ندخل على طول على سطح المكتب. لحظات بسيطة. هو يتم تجهيز فيها كل شيء. آآ اهم حاجة حضرتك ما خلي جهاز الكمبيوتر متصل بالطيار الكهربائي وما تعمل لوش عملية اغلاق. وتابع عملية التثبيت. لحظات بسيطة. في الوقت داود هيظهر لك الرسالة دية بيقول لك لو انت حابب ان انت تفعل خيار فطبعا انا هختار الخيار ده. ده خيار موفق جدا. فتبدأ تضغط تقول له نعم. تقول له موافق. الخيار التاني بيقول لك لو حابب ان انت تفعل آآ اللي هو حساب ميكروسوفت طبعا انا مش عايز. فتبدأ تضغط تحت عشان تنفز زي الخيارات. هتقول له نعم. هيبدأ جهاز الكمبيوتر بتاعك يعمل اعادة تشغيل. زي ما حارك شايف كده كده وصلنا لسطح المكتب بتاع النسخة بمنطقة البساطة. لو ضغطت على قيمة ابدأ هتلاحظ ان قيمة ابدأ مضيفة من كل تطبيقات البلوتوير اللي بتفرضها ميكروسوفت. مفيش الا التطبيقات الاساسية اللي هي النزلة مع النسخة. لو حبيت ان انا اتأكد من النسخة نضغط طبعا على اللي هو الدابليو وحرف الار. هتظهر معي النسخة زي ما حارك شايف كده هي ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو. نسخة اصلية من نزلنا من موقع ميكروسوفت. لكن عملنا لها عملية تخفيف. لو رحنا على مدير المهام عشان نشوف والرامات المستخدمة على جهاز الكمبيوتر. نبدأ نضغط. الروح على الرامات هتلاحظ ان هي بتستهلك واحد وتمانية من عشرة آآ رام. يعني ما كملتش اتنين جيجا رام في الوقت اللي في اي نسخة ويندوز بتستهلك حوالي اربعة جيجا رام. طبعا زي ما حارك شايف كده. البروسوسور اللي استخدام بتاعه ضعيف. العمليات اللي شغالة في الخلفية حوالي مية اربعة وعشرين عمليا. آآ لو حضرتك شفت فيه ملف اللي هو باور الشير اللي موجود على سطح المكتب. الملف ده مهم جدا. ممكن بيتثبت آآ بعض من التطبيقات على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. طبعا انا هضغط على الملف فافتحه. هبدأ اسبت المتجر بتاع آآ ميكروسوفت. هتبدأ تضغط على رقم واحد. وبعد جدا هتختار مرة تانية آآ رقم واحد. تضغط انتر. وبعد كده ننزل نختار برضو رقم واحد عشان نثبت اللي هو المتجر بتاع ميكروسوفت. عشان لو حبيت حضرتك تثبت اي تطبيقات على جهاز الكمبيوتر. طبعا انا انتظر لحين الانتهاء من التثبيت. لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان تم تثبيت متجر ميكروسوفت على النسخة بتحتك. لما نفتحه هيبقى عندك المتجر. ممكن تحمل اي تطبيق انت تحبه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.